بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي ومن الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخطعون إلا أنفسهم وما شعرون في قلوبهم ما رضوا فزادهم الله ما رضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا شعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أين أمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمن أضاءت موحله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سممك من عمي فهم لا يرجعون أوك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون صابعا في آذانهم من سواعق حذر الموت والله محيط بالكافنين يكاد بركي اختفى بصارهم كل ما أواء لهم شوفي وإذا أظلم عليهم قاموا ولجاء الله الذي ذهب بسمعهم بصارهم من الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رسقا لكم فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزل على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعي شهداكم يدون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقدوا الناس والحجارة وعيدوا للكافرين وبشر الذين آمنوا عمل الصالحات أن لهم جنات تجريم تحت الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابهة ولهم فيها أزفاج مظهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرم مثل ما بعضت فما فوقها فأما الذين آمن فاعلمون أنه الحقم يربهم وأمن الذين كفر فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يزل به كثير ويهدي به كثير وما يزل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقي ويقضعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكوتم أمواتا فأحيكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميع ثم استبع إلى السماوات فسواهن السبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إن جاء علم في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يشتد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بعمدك ونقدر سلق قال إني أعلم ما لتعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عارضهم على الملائكة فقال أنبيوني بأسمائها أولئين كوتم صادقين قال سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك تعلي وعلى علي إنك تلعليم الحكيم قال يا آدم أمدئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم مني أعلم قيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كوتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا بلي سبع واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فازلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل أهبطوا بعضكم بعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتعون إلى حين فتلقى آدم يربي كلمات فتابع عليه إنه هو التواب الرحيم والنهبطوا منها جميع فإما يأتي أنكم ندف من التباهد فلا خفر علي ولم نحزنون والذين كفروا كذباتنا ولايك أصحاب النار فيها خالدون يا بني إسرائيل الذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأفوا بعدي أفوا بعديكم ويا فرهبوني وآمنوا بما ألزت مصدق لما معكم ولا تكون أول كافرين منه ولا تشهروا بآية ثمنا قليلا ويا فالتقوى ولا تلبسوا الحق بالباتل تكتم الحق واتم تعلبون باقيم الصلاة والتزكات واركعون مع الراكعين تأمرون ناس بالبروة وانسون أنفسكم واندثون الكتاب فلا تعقلون ما استعينوا بالسلامة إنها لا كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لا قربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل الذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجهد نفسنا عن نفس شيء ولا يقبلوا منها شفاعة ولا يأخذوا منها عدل ولا هم يوصرون بإذن جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوى العداب يذبحون أبناكم ويسحون النساكم وفي ذهلكم بلاء من ربكم عظيم وإذا فرقنا بكم الوحر فأجيناكم وقرقنا آل فرعون واتم تهدرون وإذا بعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعد واتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا قال المسى لقومه يا قومي إنكم ظلامتم أنفسكم اتخاذكم العجلة فطوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلك خرلكم من عيد بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذا قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وتم ظذرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظلل عليكم الغمامة وأزل عليكم المنى والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قلنا دخلوا هذه القارة فكلوا منها حيث شئتم رقضا ودخل الباب السجد وقلوا حيث تنغفر لكم خطاياكم وسنسيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا قيرا الذي يقير لهم فأزل علي الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذا سلسقى موسى لقومي فقلت ربيع الصاك الحجر فمنفجرت مهنوثة عشر طعين قد علموا كل ناس ما شربهم كل وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذا قلتم يا موسى لنصبر على تعامي واحد فدعونا ربك اخر جلالا مما تمدر أذن من مقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصالها قال لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خيره بدون مسر فإن لكم أسألتم وذربت علي وذلة والمسكنة وباءوا بغذب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبيا بغير الحق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هدوا النصار والصابر إن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلم أجر من عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا قد نامي ثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خضوا ما أتينكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلو لا فضل الله عليكم ورحمة لنكوت من الخاسرين وَلَقَدْ أَعْلِمْ دُمُ الَّذِينَ أَعْتَدُوا مَيْكُمْ فِي السَّبْدِ فَقُلْ لَا لَمْ كُنُوا قِرَادَةً خَاسِينَ فَدِعَلْنَا هَنَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدِيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَعُذَتْ لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مَصَلِ قُومِهِ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَتَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُ وَتَتَقِذُونَ وَهُزْوَى قَالَ أَعْوذُ بِاللَّهِ نَكُونَ بِلَى الْجَاهِلِينَ قَالَ دُعُلُّنَا رَبَّكُ وَبَيِّنْ لَنَا مَاهِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولِ إِنَّ بَقَرَةُ لَفَارِدٌ وَلَا بِكْرَ عَبَانٌ مَيْ لَذَلِكَ فَفَعْلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالَ دُعُلُنَا رَبَّكُ وَبَيِّنْ لَنَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَدَتْ مُنَفْسَا فَدَارَثُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُقْرِجِ مَا كُدُوا تَكْتُمُونَ فَقَلْ لَذِرِبُوهُ بِبَعْضِهِ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمُتَوَيِّرِكُمْ مِنْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَمَقْصَتْ قُلُوبُكُمْ مِمَعَ ذَلِكَ فَيَكَ وَاللَّهُ يَفْعَلُونَ وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ لَا بَعْضِهِ قَلْ يَأْتُحْدِثِ لُهِمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَوَحَاجُكُمْ بِهِ عِينُ رَبِّكُمْ فَلَا تَقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ إِلَّا يَعْلَم وَاللَّهُ يَشْتَرُ بِهِ ثَمَنًا وَقَلِلَا فَوَيلُوا لَهُمْ مِمَا وَكَتَبَتْ أَيْدِهِ وَوَيلُوا لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ فَقَالُ لَنَا تَمَسْنَ يَعْلُونَ إِلَّا إِلَّا إِيَامًا مَعَدُودَهُ قُلْ أَتَّخَطُمْ عَيْدِ اللَّهِ عَنْهُ فَلَيْخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُمْ تَقُولُونَ عَلَ ثم آدم هؤلاء تقتلون أفسكم وتخرجون أفريق منكم من يدياههم تظاهرون عليهم بالإثم العدوان وإياتكم سارات أفادهم وهو محرم عليكم وخراجهما فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما تزاقوا ويفرد ذلك منكم إلا خزنهم في الحياة الدنيا ويهم القيامة يردون على شد العذاب يوم الله بغافل عمنا تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا من ينصرون ولقد أتينا بص الكتاب وقفينا بمعد برسل واتنا عيسى من مريب البينات وأيضناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استقبروا فريقا كذبتم وفريقا تقتلوا فقالوا قلوبنا أقول بلعنهم الله بكفر فقلوا لما يؤمنون لما جاءهم كتاب من عيد الله مصدق لما معهم كانوا من قوله سفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنتوا الله على الكافرين مئسا مشتروا بأنفسهم يكفروا بما أزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشام عباده فباءوا بغضب على غضو للكافرين عذاب مهين وإذا قلهم آمنوا بما أزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرنا بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلما تقتلونها أنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبقين تهتم وتخطر من عجلا من بعد واتم ظالمون وإذا قدنا ميثاقكم ورفعنا فوقهم ترخضوا ماتيناكم بقوة واسماء وقل سمين وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بأس ما يأمركم به إيمانكم من يكوتم مؤمنين قل إن كانت لكم دار الآخرين وعند الله خالصة من الناس فاتمنوا بلما تأكوتم صادقين ولن يتمنه أبدا مما قدمت أديهم الله عليهم من الظالمين ولا تجددنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين شركوا يبدو أحدهم لن يعمروا الفسنة وما هو بمزحزيحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل ما كان عدوا لجبريله فإنه نزلوا على قلبك وإذن الله وصدقوا لما بين أديهم ومشروا للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريله ومكال فإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزل إليك آية كما ينادوا ما يكفر بها إلا الفازقون وكلما عاهدوا أحدا ماذا فريقوا بنا ولا أكثرهم لا يؤمنون ولم ناجهم رسولهم من عند الله مصدقوا لما عمنا وذا فريقوا من الذين أود الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تدعشاتنا على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيئذين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمهم من أحدا حتى يقول إنما نحن فتن فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المري والزوجة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يظهرهم ولا يفعهم ولقد علموا من اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أفسه لم كانوا يعبلوا يعلمون ولو أنما آمروا تقول ما تبذ من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمروا لا تقولوا رعينا بقولوا نظرنا واسبعوا للكافرين عذابوا أليم ما يبدو الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشرقين ينزل عليكم من خير من ربكم والله اخدصوا برحمة من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نسخ من آياتنا أنوسي عاتب خير منه ومثلا لم تعلم أن الله على كل شيء قدير لم تعلم أن الله لهم الكستمابات والأرض ومالكم نيدون الله من مويق ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كواس إلى موسى من قوله ما يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سباء السبيل وأدى كثير من أهل الكتاب ليردونكم بمعد إيمانكم كفارا حسد من عيد أنفس بمعد ما تبين لهم الحق فعفوا أصفحوا حتى يأتل الله بأمري إن الله على كل شيء قدير فاقيموا صلاة وأدو الزكاة وما تقدموا لأنفسكم وقالت إلى هدو ليست النصارى على شيء وقالت إلى هدو على شيء وميتون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم منهم يوم القيامة فيما كانوا في يختلفون ومن أظلموا ممن منع مساجد الله أن يذكر في أثم وسع في قرابها ولئك ما كان لم أين دخلوها إلا خائف لهم في النقذ ولا في الآخرة عذاب نظيم ولله المشرق والمغرفين مدوله فثم وجه الله إن الله باسن عليم وقال اتقذ الله ولدنا سبحانه بل لهما في السمابات وأذي كل له قانتون بديع السمابات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول لكم فيكون وقال الذين لا يعلمون وله لا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم نثل قولهم تشابت قلوبهم قد بينا الآية لقوم يقيننا إن أرسلناك بالحق بشير ونذير ولا تؤسلوا عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع من لتمقلنا هدو الله والهدى ولن تبع تأباؤهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله وليك ولا نصير الذين أتيناه الكتاب يتلون وحق تلابته أولئك يؤمنون بي ومكريف أولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل يذكرون نعمة الذين عمدوا عليكم وأن يفضلتكم على العالمين وتقيموا من لا تجزي نفس عن نفس الشيء ولا قبل من عادل ولا تنفعوها شفاعة ولا من نصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن جاء عليك للناس إمام قال ومن يدرك يتقال لا ينالوا عد الظالمين وإذ جعلنا البت مذهبت لناس وأبناء واتقذهم من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهير بيت للطائفين والعكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمارات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعلى ما كفر فمتح وقلن ثم أذطره إلى عذاب النار وإس المصير وإذا رفع إبراهيم القباعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ظنين ذريتنا وما تمسلمت لك وأرنا مناسكنا وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبات فيما رسولا منهم مثل العليم من آياتك ويعلمهم الكتاب الحكمة ويزكي منك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما سفي نفسه ولقد الصفير وفي الدنيا وإنه في الآخر تلونا الصالحين إذا قال له رب وسلم قال أسمد لرب العالمين ووصى بها براج وبنيه ويعقوب يا بنيه إلا الله صفى لكم الدين فلا تموتون إلا ما أتم مسلمون لم كنتم شهداء الحذر يعقوب الموجد قال لبني ما تعبدون من بعد قالوا نعبدوا إلاك وإله آبائك وإله آبائك وإسماعيل وإسحق إلاه واحدا ونحن المسلمون تلك مدن قد خلت لها ما كسبت ولكمنا كسبت ولا تسألون عمنا كانوا يعملون وقالوا كونهودا ونصار تهتدوقوا لبن ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين وقالوا آمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلا إبراهيم وإسماعيل وإسحق وياقوب الأسبات وما أوتي موسى وعسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدا منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمدوا به فقد اهتدوا وتولوا فإن من في الشغف فسيك فيكم الله وهو السميع العلم سبقة الله ومن أحسن من الله سبقة ونحن له عابدونك لا تحاجوننا في الله وضوه ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالك ونحن له مخلصون أم تقولون إن براهيم وإسماعيل وإسحق وياقوب الأسبات كان هودا أو نصارى والآدم أعلم وأميله ومن أظلم مما كتم شهدتا عيده من الله وما الله بغافل عمنا تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عمنا كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمطريب يهدي ويشاو إلى صراط مستقيم وكذلك جعل لكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل للقبلة التي قمت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما يقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين رهد الله وما كان الله ليصيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب بوجهك في السماء فلن ولي أنك قبلة ترضاها فبل وجهك شطر للمسجد الحرام حيث ما كودن فول وجهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لاعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عنا يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أتى بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولن اتبعت أهواء من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعنفون بناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إن ما تكون يأتي بكم الله جميع إن الله علىك في شيء قدير ومن حيث قرجت فولي وجهك شدر المسجد الحرام وإن وللحقم ربك وما الله بغافل عنا تعملون ومن حيث قرجت فولي وجهك شدر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شدره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشهم وقشوني ولتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرصنا فيكم رسول أمنكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالسر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بالأحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلو أنكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن السفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ويتمر فلا جناح عليها أن يتطوف بهما وما تتوى خير فإن الله شاكر عليم إن الذين اكتبون ما أزل من البجنات والهدى بما بجناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولا عنهم اللاعنون إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك أتبوا عليهم أن التواف الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم نعنة الله والملائكة والناس يزمعين قالدين فيها لا يخفوا عنهم العذاب ولهم ينظرون وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السمابات والذي يقضل في الليل والنهي والفلك التي تجري في البحر بما يفع الناس وما أنزل الله من السماء من نائف أحيى بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصري في رياح والسحاب المساخر بين السماء والأرض لآيات لقوم عقلون ومن الناس من يتخذوا من يدون الله أنداتوا يحبوا لهم كحب الله والذين آمنوا شدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذنون العذاب أن القوة لله شميت جميعا وأن الله شيدت العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لأننا لا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمال حسراتنا عليهم وما هم يخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلال وطيب ولا تتبع خطوة الشيطان إنه لكم عدف ومن إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيلوا لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أول كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعطب وما لا يسمع إلا دعاء ونذاء سمكم نعمين فهم لا يعقلون يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كتبك وتعبدون إنما حرم عليكم الميتة تبدم ورحم الخيزين وما أول به لغير الله فمن يدر غير باقي ولا عني فلا يسمع لي إن الله غفور رحيم إن الذين اكتبون ما أنزل الله من الكتاب واشكرونه بالثمن وقلنا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهذاب العذاب بالوقفات فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله رزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البراءات ولوجهكم قبل المشرق والمقرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بات المعلى على حبي ذو القرب والتام والمساكين ضمن السبيل والسائلين وفي الرقاب فقعوا الصلاة والزكاة والموفن بعهد مذا عهد والصابرين في البأس والضراء وأحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأوثى بالأوثى فمنع فيه له من أخيه فالتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تقفيف من ربك ورحمة فمنع جدا بعد ذلك فله عذاب أليم ولكن في القصاص حياته لأولئك الباب لعلكم تتقون كتب عليك وداء حضر أحدكم الموتين ترك خيرا للبسكة للوالدين والقربين بالمعروف حقا عن المتقين فمن مد له بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليهم فمن خاف من موسجن فنؤثم فأصلح بينه فلا يتمع عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيابة كما كتب علي الذين من قولكم لعلكم تتقون أيام معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعيدة من أيام الأخر وعلى الذين يتيقون وفدة طعام مسكين فما تتواخين فوخير لما أنتصوم وخير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أُزل في القرآن هدى للناس وأبوينات من الهدى والفرقان فما شاهد منكم الشرف في اليسم وما كان مريضا أو على سفر فعيدة من أيام الأخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على مهداكم وعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأجيب دعا وجد داعي فلس تجيبوا لي وليؤمنوا بالعالم نرشدون أحل لكم ليلة الصيام بالرفة إلى نسائكم هنا لباس لكم واتم لباس لهن علم الله أنكم كون تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عليكم فالآن باشر هنا والتغماء كتب الله لكم وكل واشربوا حتى يتبجن لكم لقية الأبيض من الخيط الأسدد من الفجر ثم مضم الصعمة إلا الليلة لا تباشرون ما تمعاكمون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك وبجم الله وآياتي للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا ما لكم دينكم الباد ولا تدروا بها إلى الحكام لتأكل فريقا من أما الناس وإذن الله تعلم ونسألونك عن الأهل قل هي مباقية لناس والحج وليس البر بها تأتلوا بيوتا من ظهري ولكن البر من انتقى وأتلوا بيوتا من أبابها واتقوا الله لعلكم تفليحوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتمهم وأخرجوهم من حيث وقرجوكم الفتنة وشدوا من القتل ولا تقاتلوا معيدا المسجد الحرامي حتى يقاتلكم فيه فيقاتلكم فقتلهم كذلك تداء الكافرين فإن يتوفى فإن الله غفور رحيم وقاتلهم حتى لا تكون فإن يتوفى الأدوان إلا على الظالمين أشار الحرام وبشار الحرام والحرومات القصاص فمن يتدع لكم فأعتدوا عليكم بمثل ما تدع لكم اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحجة والمعمرة لله فإن أحسرتهم فما سيصر من الهدي ولا تحليق روسكم حتى يبلغوا الهدي محلة فما كان منكم وماردن أقوى بهذا من رأسي ففجتم صيام أو صدقة أو نسوك فإذا أميت فما تمتع بالعمرة للهج فما سيصر من الهدي فمن لمجه فسوى من ثلاثة أيام في الحج وسبع عدن إذا رزعتم تلك عشراتهم كاملة ذلك لمن لم يكن أهل وحاذر المسجد الحرام واتقوا الله معلموا أن الله شددوا لعقاب الحجة شروا معلومات فمن فرضا في إن الحج فلا رفطا ولا فسوق قول الجدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزات تقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح تبدو فضلمي ربكم فإذا فتم من عرفاني فاذكروا الله عند المسجد الحرام وذكروك ما هداكم ويكوتم يا قولي من الضال لنثم نفيتم حيث أفاذ الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قذيتم ناسككم فاذكروا الله كذكركم آباكم وشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لا في الآخرة من خلاقي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يولايك المنصير وما كسبوا الله سريع لحساب واذكروا الله في أيام معدودات فما تعجل فيهم فلا يسمع عليه وما تأخر فلا يسمع عليه من التقاء واتق الله وعلمه وأنكم لي تحصلون ومن الناس من يعجبك قولوا في الحياة جدنا ويشهد الله على ما فيرقب في قلبه فهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإلك الحرط والنس لو الله لا يحب الفساد وإذا قيل لأتق الله أخذت العزة بالإثم فحزبه جهنم ولئس ولا بئس المهاد ومن الناس من يشنن في صبتغ ومرضات الله والله ورؤوفهم العبادية أيها الذين آمر دخولوا في السرن كافة ولا تتبه خطوة الشيطان إنه لكم نعدوف مبين فينزلتهم بعد ما جاءتهم المجينات فعلموا أن الله عزيز الحكيم هل نظرنا إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلا الله تجعل أمور سلبني سراء إليكم آتينا من آيات مجينا وميبدلهم معت الله من بعد ما جاءتهم فإن الله شدد العقاب زجنا الذين كفروا الحياة دون ما أسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فاقم يوم القيامة زجنا الذين كفروا في مقتلف فيه للذين أوتهم مع دماجاتهم نينات بغي بينهم فهدى الله الذي آمن المقتلف فيه من الحق وإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتما تدخل الجنة والأمناتكم مثل الذين خلوا من قولكم مستهم البأساء وضراء وزلجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم وتنصر الله لأن نصر الله قريب يسألونك ماذا يفعل قل ما فقت من خير فللوالدين من القرابين واليتام والمساقين ومن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كل لكم وعساء تكروا شيء ووقير لكم وعساء تحبوا شيء ووشلوا لكم الله يعلم واتم لا تعلمون يسألون عن الشعار الحرام قتال في كل قتال فيه كبرشدون عسى بالله وكفر به والمسجد الحرام ويخرج أهل أهل أبنه أكبر وعند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون لكم حتى يردكم وعندينكم وإن استطاعوا ومن يرتزميكم وعنديني فيمطبوه وكافر فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجادوا في سبيل الله ولئك أرجو رحمة الله والله غفور ورحيم يسألونك عن الخامل والميس نقول فيما يتموك برغمنا فيعون الناس وإتموهما أكبر من نفعه وإسألونك ماذا ينفقون قل لحفة كذلك يبقين الله لكم بالآتل عنكم تتفكرون في الدنيا بالآخرة وأسألونك عن إلا تامى فق الإصلاح إلا هم خير وإن تخالتهم فيقوانكم والله يعلم المسجد من المسلح ولو شاء الله لأعنتكم من الله عزيز الحكيم ولا تنكح المشركاتي حتى يؤمن ولا أمتهم مؤمنين خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمن ولا عبد المؤمنين خير من مشرك ولا أعجبكم أولئك دعون إلى النار والله دعون إلى النار والله دعون إلى الجنة والمقفرة بإذن ويبيون آيات للناس العلم نتذكرون ويسألونك عن المحيد يقول وأن فعد يزل النساء في المحيد ولا تقربون حتى يتهرون فإذا تطهرنا فأتهنا من حيث وأبركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين نساءكم حرد لكم فأتوا حردكم وأن أشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلى منكم الأقوى بشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عوضة لإيمانكم وتبروت التقوى تسلح بالناس والله سميع عليم لا يأخذكم الله باللغة في إيمانك ولكن يأخذكم ما كسد قلوبكم والله غفور من حال للذين يؤلون من نساء امتربص أربعة يشرف فإفاء فإن الله غفور رحيم ونعزم الطلاقة فإن الله سميع عليم والمتلقات تبصن بأنفسنا ثلاثة تقول ولا يحل لهنا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن يكون يؤمن بالله واليوم الآخر وبعلته نعاق بردنا في ذلك نأراض يسلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال علينا درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم ما تأخذ مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله فإنقبتم اللا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به ذلك حدود الله فلا تعتدوها وما تعدى حدود الله فولهكهم الظالمون فإن تلقاه فلا تحل لهم من معدو حتى تنكي حزوتهم غيره فإن تلقاه فلا جناح عليهم إن تراجع إن يظن يقيم حدود الله وذلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون بإذا تلقوا من إسا فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفن وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ذرار لتعتدو من فذلك فقدوا ظالمنا فلا تتخذوا أهد الله وذكروا نعمة الله عليكم وما أزل عليكم من الكتاب والحكوة يعودكم يتقوا الله وعلموا أن الله بفل شيء عليم وإذا تلقوا من إسا فبلغن أجلنا فلا تعذلون أيكي حزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعدد بما كان منكم يؤمن بالله وإلى آخر ذلك واسكالكم مدهر والله يعلم واتم لا تعلمون والبالدة تردعنا أولادهن حول النكام لإن لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود لرزقهن وكسبتوهن بالمعروف لا تكلفن وسن الله وسعها لا تضار والدت بولدها ولا مولد له بولد وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد في صورة عن طرات منهما وتشابن فلا جنح عليهم وإن رأتم تردعوا أولادكم فلا جنح عليكم إذا سلمتم ما آتتم بمعروف يتق الله وعلموا أن الله بما تعبلون بصين والذين توفون منكم وإذا نزباد يتربصن بأنفسنا أربعة أشر وأشر فإذا بلغنا أجلنا فلا جنح عليكم فيما فعلنا في أفسنا بالمعروف والله بما تعبلون خبير ولا جنح عليكم فيما عربتم من خطبة النساء وإذن في أفسكم وعلم الله أنكم ستذكرون ولكن لا توعدون سيرا إلا تقول قول معروفة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى بلغ الكتاب أجل وعلموا أن الله علم ما في أنفسك فاحذره وعلموا أن الله غفور حليم لا جنح عليكم من طلقت من نساء ما لتمسوهن وتفريد لهن فريدو وماتنعوهن عن الموسيح قدر وعلى المقدر قدر ومتاع من المعروف حقا عن المسنين ويتلقتمهن من قول يتمسوهن وقد فرضتم لهن فريدت فنسب بما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيدي عوضة النكاح ومتاعف أقرب للتقوى ولا تنسب الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة البسطة وقوموا لله قانتين فإن خفنوا فرجان أو رقبان فإذا منوا فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين توفون منكم وإذن أزواج وإذن أزواج وإذن أزواج ومتاععن للحل غير إخراج فإن خرجن فلاجنا حاليكم فيما فعلنا في آوزنا بمعروف والله عزيز حكيم وللمتلقات ومتاعن بالمعروف حقنا لمتقين كذلك يبكين الله لكم من آياته لعلكم تعقلون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم ومؤلوفا حاضروا فقال لهم الله وتتماحيه من الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بقاتل في سبيل الله يعلمون الله سمين عليم مما ذا الذي يقبض الله قرضا حزنا فيضعف له وضعفنا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم ترى إلى الملئين من بني سرائل من معدي موسى إذ قالوا لنبيك له ومعث لنا ملكا نقاد في سبيل الله قالها لا سيتم يكتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا بأمنائنا فلم نا كتب عليهم القتال تبلوا إلى قليل منهم والله علم وظالمين وقالوا لمن نبيكم إن الله قد بعث لكم طالد بليك قالوا أنه يكون له الملك علينا ونحن يحق بالملك منه ولم يعتبئه له ولم يؤتسعت من المال قال إن الله صفاء لكم وزاده بصدا في العلم والاسم الله يؤتي ملكه وين يشاب الله واسع عليم فقال لمن نبيكم إن آيات ملكه يأتيكم التابت في سكينة مما رب من ربكم بقية مما ترك آل مصابة آل هارون تحمله الملائك إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالد بجرني قال إن الله مؤتلكم من هرف ما شربوا منه فليس مني ومن لم يتعموا فإنه مني إلا من اغترف الغرفة من ديدي فشربوا منه اللا قل لمنه فلن جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا توقت لنا لما بجال توجندي قالوا الذين أدوننا أنهم لاقوا الله أنهم لاقوا الله كم من فئتين قليلات غلبت فئتين كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما فرزوا لجال توجندي قالوا ربنا في الغلين صبرنا وثبت قدامنا وثن على القوام الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جال تبا أتى الله وآته الله الملك والحكة وعلمه مما يشاء وللا تفعل الله الناس بعضهم ببعض لفسدت العذو ولكن الله ذو فضلنا على العالمين ذلك آية الله لعلق بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضل بعضهم على بعض منهما كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى من بري اللهم قد تدلوه لكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا بما رزقناك من قبل إيتي ومن لا بيع فيه ولا خلتمنا شفاع والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السمابات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع وعيده إلا بإذن يعلم ما بين إذن وما خلفه ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسج السمابات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم لا يكرى في الدين قد تبقى الرجل بالألغية فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقط السمسك بالعرة الوثقال فصامي لها والله سميع علي الله هو لي الذين آموا يخرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليهم الطاغوت يخرجونه من الظلمات أولئك أصحاب النار وفيها خالدون ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبيهد الذي كفر والله للقم الظالم من أؤك الذي مر على قرية ويخاوتنا على عرشيا قال أنه يحي هذا الله بعد موته فأماته الله مئة عام ثم بعثا قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض قال بل لبث مئة عام فأذل الله تعاميك وشرابك لما تسنى موظر إلى حمادك ولنجع لك آيات للناس موظر إلى عظامك فنشدوها ثم نكسوها لحمة فلما تبقنا لقال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال براهيم ربي أني يكفذوا حلم وقال أولن تؤمن قال بلا ولكن لاتمئن قلبي قال فقط أربعة دمين تاري فسرهن إليك ثم تعالى على كل جبل منه جزاة بضعون نأتي لك سعيا وأعلم أن الله عزيز الحكيم مثل الذين يفقنوا مالا في سبيل الله كوثل حبة أنبتت سبع سنة بلا في كل سم بلاد ما تحبب الله أعلم أن الله يضعف لمن يشاءه الله واسعون عليم الذين يفقنوا مالا في سبيل الله بلا تبعون ما نفقوا مننا ولا أذن له ونزل نعيد ربي ولا خوفنا على ولا من نحزنون قولوا معروف ومقرد خير من صدقات يدبعوها أدى والله وغني الحليم يا أيها الذين آمن لا تبذلوا صدقاتكم من من ولذاك الذين في غمالوا إلى الناس ولا يؤمنوا بالله ولهم الآخر فمثلوا كمثل الصفان علي تراب فأصاب الله قبل فتركه وصل ذا لا يقدروا على شيء مما كسبوا الله ولا دلقوم الكافرين ومثل الذين ينفقون ما له امتقى مرضات الله وتثبت من أفسكم كوثل الجنة بربوتنا أصابها وابن فأدوك لها ضيفين فإن لم سببها وابن فتلوا الله بما تعملون فصير يبدو أحدكم تكون الجنة من أخيل وأعنى من تجرم تحت الانهر ولو فيامك لأكبرات وأصاب الكبر ولوذورية ضعفة فأصاب يصار في الار فاحترخت كذلك بيجر الله لكم والآتل عليكم تتفكرون يا أجل الذين آمنوا وافقوا من الطيبات باك كسبة ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تأمم الخبث من توفق ونرس بأخذه اللي توقظ فيه وعلمون الله غريج الحمين الشيطان يعادكم الفقر وإمركم بالفحشة والله يعادكم واخفرات منه وفضل والله واسيون عليم ودل الحكمة من يشاو ومثل الحكمة فقد أتي أخذنا كثيرا ما ذكروا إلى أولي الألباب وما أفقت من نفقت أن أردت من نذن فإن الله يعلم وما لظالمين من النصار حين تتزاقات فنعماه وتقفوها وتطول الفقراء فأخذلكم ونكفر عليكم من السجادكم والله بما تعملون خبيلا لسا عليك هدام ولكن الله يديم وما تنفق من خريفة لن أنفسكم وما تنفقون إلا بدقة وجه الله وما تنفق من خريفة فإليكم وما تنفق من خريفة لن تدومون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا أستطيع ونظروا فالذي أحسبهم الجاهل لأغنية من التعفف تعرفهم بسماهم لا أسألوننا سائح الحف وما تنفق من خريفة لن الله بيعلي الذين نفقنوا ما لم يليل والنار سرعوا وعلى نيد فلم تنعين ربي ولا أخوفنا عليهم ولم نحزنون الذين أكلون الربا لا يقومون إلا كما يتقو يقوم الذي تقبض الشيطان من المس ذلك بأنهم قال إنما لبعهم مثل الربا وأحل الله البعق وحرم الربا ذلك بأنهم قال إنما لبعهم مثل الربا وأحل الله البعق وحرم الربا فما جاءهم وعددهم من ربي فتحفلوا ما سلف فأمروا إلى الله وما عادفوا وليك صحاب النار فيها خالدون ما حق الله ربهم الله وليست قد والله لا يحمي وكلك فارد أثي من الذين أمنوا في الصالحة وقوم الصلاة والزكاة لهم جرمعين ربهم لا أخوف عليهم ولا هم نحزنون يا أيها الذين آمنوا ارتقوا الله واذلوا ما بقي من رباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسولي واتدوف لكم رؤوس وموالكم لا تضربون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرني فنذرة للا ما يسترى وانتصدقوا خير لكم يكن تعلمون وتقيوا ما ترجعنا فيه للله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى جنة مسمى فاكتبوا إلكتب بينكم كاتبوا من العدل ولا إبا كاتبا يكتب كما علمه الله فلا اكتبوا لهم للذي علي الحق والأتقل الله ربه ولا بخص منه شيئا فإن كان الذي علي الحق صفيا أو ضعيفا أو لا استطيعوا أي من الله فإن لم يليل بيقلوا بالعدل واستشهدوا شهدين من رجائكم فإلا منكونا رجلين فلنجروا فرجلوا مراتان مما ترضون من الشهدان يتضيل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يبقى الشهدان إذا ما دعوا ولا تسأموا وتكتبوا صغيرا وكبيرا إلا جلي ذلك وإخطوا إعند الله وأقوموا للشهادة تبدرها لا تكون تجارة حاضرة حاضرة تديرون بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايتم لا يضار كاذب ولا شهد ما يدفعلوا فإنوا في سوقكم بكم اتقوا الله ويعلمكم الله بالله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كادما فريها نمقبول الله فإن أمن بعضكم معظم فليؤد الذين تؤمن أمانا دول تقل الله رب ولا تكتم شعاد وملكما فإن أتم وقلب الله بما تعملون عليم لله ما في السماء فاتم أفرد ما تدمى في أفزكم وتقو يحاسبكم الله فيغفر لمن يشاء ويعدم من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أهزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم الرسول وقال سبينا واترغفرنك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفساً إلا وسعاله ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تأخذنا إنا سينا واخطأنا ربنا ولا تحعلنا إسراء كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا توقف لنا بوعف عنا وقفل لنا وارحمنا أنت مولانا فأسرنا على القوم الكافرين